السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل الشوكليت 3-4 كوب كريمة وضفت لها واحد ملعقة شاي فانيلا اي فانيلا عدكم سائلة او عود او ممكن باودة اضفتها وهنا بس مجرد راح تسخن يعني ما اخليها هواي تفور واشيلها واتركها على جهة واستعمل اثنين كوب سكر راح احضر الكراميل اللي راح هنا هذا الكراميل او السكر بدي يذوب على نار متوسطة حتى لا يحترق انتبهولا ولا تستعجلون ممكن ياخذ شوية وقت بس ابقوا واقفين يما وقلبو حتى يذوب اهنا مثل ما دا شوفون دا يذوب السكر وانتظر الى ان يذوب زيان لازم تكون الكريمة ساخنة من اضيفة للكراميل راح رأسا الذوب وما يجمد الكراميل بهالصورة شوفوا شلون بسرعة ذاب لانه الكريمة ساخنة مو باردة اذا باردة رأسا يجمد ويصير صعب عليكم الذوبو هنا طبعا انا خليته على نار متوسطة وخلطته زين مثل من ضفت الكريمة هايا واخلط ابقى اخلط به الى ان شوية يذخن وبعدين اضيف له الزبد مية وستين غرام هذا ثلاثة ارباع الكوب زبد هذا تكمل امانته هايا اخلطها متى اخذ وقت هاي المرحلة وقت قصير من ضفت الكريمة ورجعت خلطته ما اخذ وقت رأسا ثخن هو شوية ورأسا نضفت للزبد هذا هس خلطته زين وراح اصبه بقالب مدهون وفارشه بورق الزبدة ودهنت ايضا ورق الزبدة هذا مثل ما تشوفون اتر كيوب رد يصير بدرجة حرارة الغرفة وبعدين اخليه بالثلاجة او بالمجمدة بالمجمدة ما ياخذ وقت بس يشوفو جمد او تماسك تطلعو وبالثلاجة ايضا ياخذ وقت ثلاث ساعات الى اربعة اذا ثلاجة تكون باردة يصير بسرعة هنا راح اخليه بالمجمدة واتركه هنا من بعد ما شفتها تماسك وصار قوي طلعته وراح اقطعه واذا شفتو قوي حين تركوه دقائق يعني مثل عشر دقائق وقطعوه لانه راح شوية يصير لين وتقدرون انتقطعوه هنا راح اقطعه الى مربعات وبعدين الف برق الزبدة بهالصورة يعني اسوي على شكل شكلية وتقدرون تشترون ورق خاص للفل شكلية وتستعملوه هاي اذا متوفر عدكم وتقدموه وبعدين انا راح احظى بمحافظة واخلي بين كل طبقة وطبقة يعني اسوي طبقات واخلي بيناتهم نايلون او ورق الزبدة واحتفظ به بالثلاجة ممكن نفس هاي الطريقة ضيفو له شوكولاتة ذائبة وتخلطوه وتجمدوه هم راح يصير شوكليت بالشوكولاتة وهذا شكل النهائي جربوه ان شاء الله يعجبكم الف عافية